وحكى أنه في قديم الزمان كان هناك رجلاً خرج يمشي في أدغال أفريقيا حيث الطبيعة جميلة وخلابة تحيط بها الأشجار الطويلة كان الرجل يسير مستمتعاً بمنظر الأشجار وهي تحجب عنه أشعة الشمس من شدة كسافتها ويستمع إلى صوت العصافير تغرد ويستنشق عبير الزهور وبينما هو يمشي مستمتعاً بكل تلك الطبيعة الرائعة سمع صوت عدو سرياً وكان الصوت يزداد وضوحاً فالتفت الرجل إلى الخلف فإذا به يرى أسداً ضخماً منطلقاً بسرعة خيالية نحوه ومن شدة جوء الأسد فأخذ الرجل يجري مسرعاً حتى رأى بئراً قديمة قفز بها الرجل قفزة قوية فإذا هو في البئر وأمسك الحبل الذي يسحب به الماء فأخذ يتأرجح داخل البئر حتى هدأ الوضع وسكن زئير الأسد فإذا به يسمع صوت ثعبان ضخم الرأس يرقض بجوف البئر وبينما هو يفكر بطريقة يتقلص بها من الأسد والثعبان إذا بفأرين يصعدان إلى أعلى الحبل وبدأ يقضان الحبل بسرعة عجيبة فهلع الرجل وخاف خوفاً شديداً من انقطاع الحبل وسقوته في فم الصعبان الضخم فأخذ يهز الحبل بيديه بهدف أن يخاف الفأرين ويذهبون بعيداً ومن شدة الاهتزاز أصبح الرجل يتأرجح يميناً ويساراً في البئر حتى ارتطم جسده بشيء رطب ولازج ضرب بمرفقه فإذا هو عسل نحل إذ أن النحل تبني بيوتها في الجبال وعلى الأشجار وكذلك بالكهوف والآبار فقام الرجل بالتزوق وقرر ذلك ومن شدة حلاوة العسل نسى الرجل الموقف الذي هو فيه تماماً وفجأة استيقظ الرجل من النوم فقد كان حلماً مزاجاً وفي اليوم التالي قرر الرجل أن يذهب إلى أحد شيوخ تفسير الأحلام حتى يفسر له هذا الحلم بالفعل ذهب الرجل إلى عالم وعندما أقبره بالحلم ضحك الشيخ كثيراً وقال ألم تعرف تفسيره قال الرجل لا والله لم أعرف قال له الشيخ إنما الأسد الذي يجري وراءك فهو ملك الموت والبئر الذي به السعبان هو قبرك والحبل الذي تتعلق به هو عمرك والفقرين الأسود والأبيض الذين يخرضان الحبل هما الليل والنهار ينقصون من عمرك قال الرجل والعصل يا شيخ قال الشيخ إنما العصل هو الدنيا من حلاوتها أنستك أن وراءك موت وحسان شكراً لكم شكراً لكم شكرا